جزيرة موجودة في أكبر بحيرة بأفريقيا أحدثنا الشرقة ألف شخص في الجزيرة ترى هذه الجزيرة عمل خلاف كبير بين دولتين كينيا ووغندا ممكن تسبب حرب بينهم الكل يطالب بها الجزيرة لأن هذه الخريطة ستجد أن خط الحدود بين الدولتين جدا قريب من الجزيرة والذي يجعل أوغندا وتنزانيا يطالب فيهم بريطانيا هي رسمة الحدود بس للمشاهدة الجزيرة بس للمشاهدة الجزيرة وتركوا البحيرة كاملة بس للمشاهدة حسنا إلى كينيا نايروبي وصلنا إلى العاصمة نايروبي رايحين على مدينة يسمها صغيرة يسمها كيسيمو تعرف كيسيمو؟ نعم كيسيمو رايحين على مدينة كيسيمو ومنها هناك ننسوك كمان أربع ساعات حتى نوصل للجزيرة هاي اللي هي الحدود مع أوغندا اللي عاملة حرب هناك مرحباً إلى كيسيمو بعدها سقنا أربع ساعات لنوصل لحافة البحيرة اللي منها راح نشوف قارب ياخذنا لها الجزيرة أسا راح ناخد قارب كمان ساعتين لنوصل ميجينغو آيلاند هاي البحيرة منبع النيل قديش هاي القرية كلها شغالة فقط على صيد السماء ها هي بحيرة فيكتوريا نسبة لإسم ملكة بريطانيا وهي البحيرة هي منبع نهر النيل اللي بانطلق من هون وبيمثل شريان الحياة لمصر والسودان هناك بعض الناس يسمعها الواغاندا بعض الناس يخبرون الناس أو الناس حقا؟ لذلك لذلك ميجينغو آيلاند بلدى كينيا هذا هو الحقيقة هذا هو الحقيقة لكينياند وليس ما أخرى فرحين هناك وننام فيها وقلوا فيها قراصنة قراصنة من أوغاندا جايين بسم الله بتقدر تشوفها من بعيد كسراب مواج هائلة طلعت كثير بعيدة مسافة 26 كيلو موسيقى اوكي اخوان هسا احنا وصلنا على الجزيرة هاي هي طلع عليها لتعلينا الدينية كثير فمش عارة كيف رح يستقبلونا بقولك فيه شرطة هون كينية اكثر من الف شخص واحد عايش في هالجزيرة صغيري هالقد هالقد صغيرة شوف كيف عايشين حياتهم رح تشوف اضواوحالين هالجزيرة كاملة كلها هاي سمك بحطوا فيها سمك تجري بالسمك الصغير والله احنا وصلنا بوو بي ارائبت احنا وصلنا بسرعة تجري بالسرعة تجري بالسرعة تجري بالسرعة تجري بالسرعة لجزيرة أمنية ثانية جنب ماجينغو فيها أصحاب الجزيرة من كينيين وأوغنديين محتلينها متحكمين من بدخل ومن بطلع ودفعنا مبلغ 250 دولار فقط لننزلها إلى الجزيرة الجزيرة الثانية جنبها فقط للسيكوريتي تتقسم هذه الفلوس بين قادة الجزيرة من كينيين وأوغنديين ريستورانت؟ طلعا عاملين حفلة بالليل لحالهم عايشين ألف شخص في هذه الجزيرة طلعوا أوغنديين وكينيين كلهم عايشين هنا لا يوجد أي مقاعدة أريد أن تتكلم بنا أعطينا أعطيك سأقوم بأسرعه سأعطيك سأعطيك أريد أن أكون معي طلعا عندهم دي جي أنت تفضل دي جي هؤلاء معظمهم صيادين سمك بس وين راح ننام الليلة؟ عالية يبدو أمع دي جيب ويوجد من ورصة أمع تقرير هذا هو الوزن لا توجدها أكثر من الوزن شوف كيف بطبخوا كلهم كميونيتي مع بعض اوغانديين مع اوكانيين تفاهمين مع بعض طلعوا ضد الحكومة يعني يأخذوا فلوس من الناس اللي بتيجي هون هون راح ننام طبعا اواؤنا هنا اواؤنا هنا اواؤنا هنا ؟ لا لا بس او اوه او او هنا ثم سوف للتخابير في البترة اخرى في اللقاء ً لا وانا من الوزنن فقط من الوزنة هنا سواء على هذا احسنك في هذه الملقى؟ نعم 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 انا ماذا بطبخوا لك اعوام نسح لك اعوام نسح لك لا يزدك هل تعرف أنه لديك المنزل في المنزل؟ نعم إذاً، فإن أحد يسلسل هنا نعم نعم إنها المنزل إنها المنزل هناك بحيرة وعميقة جداً هذا هو السفر الحقيقي ماهو الغرفة كيف؟ والله يا حاصف، رح تدروا بول الليل، صوت البحر لا، هذا مني يا ريو أبي هيا، هل يريد أن أرخفاً؟ لأنني أريد أن أرخف الحق لا، 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 لا تستطيع رغم هنا لا، لا، لا لا، 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 لا يمكنك رغم هنا بشيج أكيد بيجوة هذه هي صالح باليارد هنا هي الأشباء مؤسسة؟ هي محتلين الجزيرة محتلين الجزيرة اوغندا جميل أنت نأكل شباب 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 ساعة عشر صارت ننام عشان بكرا الصبح الصيادين روح يجي هون هم انتا مش عاو شو اللي صار معنا احنا نقصرنا انتا نقصرنا احنا نقصر بكرا مما انتا؟ بعد انتظار بوضع انت تعرفش بأي دولة هسا هو في تنزانيا وغندا ولا في كينيا هنا قسم الرجال بيأخذوا شور كل يوم الصبح وهناك قسم النساء مساحة الجزيرة 200 متر مربع يعني نصف ملعب كرة قدم حاليا نستنى الصيادين يجوا راحوا كلهم طلعوا من الجزيرة وهس راح يجوا معهم الخير بلقبوها بالسلحفة العائمة كواخ هاي معدني مموج هيك ملتصقة ببعضها لبعض هذه عزيزة يسمى سينغا سينغا في الإنجليز هي هانتو هي المسؤولة لتخلص لتخلصات الناس وكذلك وكذلك نستنى هنا لقد كانت تلعباً لاسل هذه الجهاز لكنها تلعباً تلعب بشيء ماذا يومها تلعبون ليوماتطاء القديمة ولكنهم تلعبون أن تلعبون It's Uganda ولكن هم تلعبون طديقة قدثر كنيا هناك عبارة المدة سرعة من الماء هؤلاء صلعي من قлектيها هؤلاء على الأشياء مستمثل في هذا الذهاب أن تلعباً على المارين والرياضة الذي يجمع الشخصيات النار لا يريد الوصول على זה نحن لا يحتاج ل Birmingham يهارنا العام الفجرية من أن Gabنا كما هي قدراء قدراء ماذا يأذن في آن أو مح Brus بعدك من فوق سأ Luther آن أحضن بالمحل نحن كلّ عاملين ه зна؟ انت جانبا لو ستجى انا فينا جانبا من هذا الشامس من لغاني، اثنب الوغانية وغارت هنا من الأول من الثلاث تلك كشانين كنت كثيرهéricaه Elizabeth مشهد الفترة بعد عام 15 يند لست حره هنا م�� 싶어요 نصبان Termin سوف نارزف الال وعالك يقولون أن هناك شايفة معاق arts عادة في حال وقت 10 يند نحن نعم الجميع نزور نميلا تنام حولور وحزني لا تغيير ونحن هناكem ạnhرية ، لديك الجزائحين نعم دون ترام الرحمنون والشيئ يسمى المخصوصي لتفعلنا نحن نعرف معلومة ليس قيمة الوغاندية والنزانية موارنا هنا قيمة الوغاندية؟ نعم قيمة الوغاندية أفريكا الوغاندية الآن قيمة الوغاندية لك انظر إلى ذلك هذه الجزيرة دون قوانين هم يضعوا قوانين الخاصة وبدون فيزا كيف يحصل هنا يمكنهم طيب اليه؟ نعم يمكننا لطيب اليه؟ هناك هناك مركز نعم كل شخص لديهم بيزنس هنا موسيقى نضع البوت ويجو هنا على مركز الشرطة لكي أفعل إشراء يوسادة سوف نروا أحسن هنا هناك الكثيرون المسجد من قوة هذا الشرطة وهوänn السياسة سنوش نعادل هنا نحن بالتسفل نجد ونحن نحن عدة مرة أخرى لا تقلق عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لا نحن مسلم هنا نعم إن شاء الله إنه مرحبا نعم إنه مرحبا إنه مرحبا نعم إنه مرحبا عبد الرحمن عنده شركة طلعت فكل واحد يأتي هون يكون عنده شركة ما بيجيك على راسه وما بيجيب مع بوت واحد عبد الرحمن طلع الصاحب شركة صوماني طبعا هو هذا السمك النيلي الكبير بتصدر بمليون الدولارات وإن ارتفعت أسعاره بنسبة 50% في السنوات الأخيرة وصارت تقدر بـ 300 دولار للكيلو جرام الواحد في الأسواق الدولية جابوا الغنائم عشان هيك الكل قاد بحارب عشان السمك هاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جميعًا نعم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة